على امتداد السهل التهامي في محافظة الحديدة يعمل كثير من السكان في تربية المواشي وتجارة بها هذه سالمة في العقد السابع من العمر تعمل في الرعي تخرج مع أحفادها كل صباح بأغنامها لكن وقوع المرعى بالقرب من أحد المواقع العسكرية يجعلها عرضة للمنع كما حصل معها أكثر من مرة من قبل جنود في هذه المنطقة لم تعود المراعي كما كانت قبل سنوات بسبب سيطرة الميليشيا على معسكر مجاور للوادي الذي ترعى فيه سالمة وهو أحد أودية تهامة التي تعد أيضاً واحدة من أكثر المناطق جودة من حيث تربية الماشية غير أن سنوات من الجفاف ضربت المنطقة خلال الأعوام الماضية ما تسبب بمعاناة كبيرة جراء تصحر المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف تأمل سالمة كثيراً في أن تشهد هذه المراعي تحسناً جراء موسم الأمطار الذي تمر به البلاد وتعقد آمالاً كبيرة لاستمرار مهنتها التي توارتتها الأسرة جيلاً بعد جيل لكن أملها أكثر أن يرحل عناصر الميليشيا ويترك الأرض في تهامة بسلام ترجمة نانسي قنقر